طبعا ما فيه شك ان اتفاق الهدنة في غزة فتح المجال الحديث عن ضرورة وقف اطلاق النار وانهاء هذه الحرب خاصة النسيات الرئيس اكد ان برح ان الجهود المصرية مستمرة للوصول لحلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرد السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة صحيح خاليا نرحب بضفنا دكتور دياء حلمي الفاقي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية عشان تعرف منه على كل هذه التفاصيل سبع الخير يا فاند الحقيقة ان الدور المصري هو دور لا خلاف عليه ولا مزيد عليه وحتى يمكن لو نتحدث عن رئيس الامريكي جو بايدن تصل برئيس السيسي حتى يشكره ويثمن بالفعل الدور المصري للتوصل لهذه الهدنة سؤال حضرتك يا فاند اهمية الدور المصري للتوصل لهذه الهدنة ويمكن هذه الهدنة هي تعكس الرؤية المصرية منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة يعني ما حدث هو بالفعل ما كانت تطالب بها مصر منذ بداية الحرب دي حقيقة والحقيقة عايزة اكد ان الدور المصري من 1948 لا يمكن المزيد عليه لان مصر لا تقوم بدورها لانها تريد ان تبدو وكأنها تقوم بدورها ولكنها تقوم بدورها حتى تقوم بالفعل بحل القضية الفلسطينية بانهاء الصراع والضغوط الكبير على الشعب الفلسطيني الاعزل المدني بالنسبة لسؤال حضرتك وهو سؤال هام ما هو دور مصر في هذه الهدنة كيف وصلنا الى هذه النقطة منذ اليوم الاول وسيادة الرئيس السيسي بمسئولية مصرية كبيرة وبمسئولية قيادة مصرية طلب ثلاث حاجات وبدأ يعمل عليهم بجدية شديدة وبتركيز في كل دوائر اتخاذ القرار في المجتمع الدولي ودوائر اتخاذ القرار موجودة في اماكن معينة وتحركت مصر في هذه الاتجاهات بقوة وبشكل واضح البداية كانت الايقاف الفوري لاطلاق النار حتى يقف نزيف قتل المدنيين والاطفال والنساء العزل وكان هذا هو المطلب الاول منذ اليوم الاول ثم في قمة السلام المؤثرة جدا في هذا الاتجاه والتي وضعت الضوء على ان القضية الفلسطينية لن يستمر الحال هكذا الى ابد الضهر فكان المطلب الاول ايقاف اطلاق النار وقد حدث المطلب الثاني كان ادخال مساعدات كافية لو لاحظنا كلمة الرئيس سيسي امس في مجموعة قمة العشرين ادخال المساعدات الكافية وليس مساعدات فقط لان اسرائيل تريد بعض المساعدات لا اعنا بنقول الناس دي محتاجة كم من المساعدات الذي يعينها على حياة طبيعية او على الاقل على تخفيف الازمة كان هذا هو المطلب الثاني دخول المساعدات وكان هذا هو الضغط المصري على اسرائيل ليس لقبول هدنة فقط ولكن دخول ما يقرب من 300 شاحنة يوميا بحساب مصري ان هذه هي الحاجة الحقيقية لاهلنا في فلسطين وهذا مطلب عادل منطقي ومصر عرضته بشكل رائع وبالتالي استجاب الامريكا والدول الاخرى بريطانيا اوروبا وحتى اسرائيل وجدت ضغط لان هذا منطقي ثم تحدثنا عن الحل التالت وهو سيأتي ان شاء الله قريبا وهو المفاوضات لحل الدولتين على اساس حياة عادلة للشعب الفلسطيني والاسرائيلي ويعيش معا على حدود 4 يونيو 67 هذا المطلب المصري والعربي وان يكون هناك القدس الشرقية عاصمة ولكن حياة هادئة لان مصر رفضت قتل المدنيين او الاعتداء على المدنيين اي مدنية طيب تقييم حضرتك لحرص مصر على وجود الولايات المتحدة الامريكية في هذا الاتفاق الحقيقة ده حرص مهم وبواقعية سياسية نستطيع ان نطلق عليها الواقعية السياسية الولايات المتحدة الامريكية دولة كبرى دولة فاعلة حتى وان كان العالم يتجه الى عالم متعدد الاقطاب وهذه حقيقة ونظام عالمي جديد ولكن الولايات المتحدة الامريكية لها دور مهم في هذه القضية وهذا الدور المهم يجب ان تكون حاضرة لضمان تنفيذ الاتفاق وضمان الضغط على اسرائيل ايضا لذلك جاءت هذه الهدنة وهذا الافراج المهم عن المحتجزين هنا وهناك بموافقة امريكية حتى ان الرئيس بايدن اتصل وشكر الرئيس السيسي على جهوده ولكن لم تكن امريكا فقط من قبل من ايام اتصل فلاديمير بوتن رئيس روسيا وهي دولة كبيرة ايضا وشكر الرئيس السيسي على جهود مصر للمواطنين الروسي اللي كانوا عالقين في غزة الدور المصري يعمل بزكاء سياسي بخبرة في المنطقة ومصر دولة كبيرة في المنطقة والاقليم والشرق الاوسط وافريقيا هذا ليس محل جدال او نقاش ولا نحاول اثباته هو واقع وتاريخ في نفس الوقت برضو في اطراف اخرى حاولت القفز على الموقف وحاولت انها تتبادل او تاخد الادوار او حتى تشارك في دور مصر في حل هذه القضايا ولكن زي ما كانت شاهز لي بيسأل حضراتي دلوقتي عن اسرار مصر على وجود الولايات المتحدة الامريكية حتى كنامن لهذه الهدنة لكن ايضا كان في حرص دولي على وجود مصر اصلا كطرف في هذه الهدنة الحقيقة حضرتك العالم واللي حضرتك قلتي في الاول موجود هو يطلق عليه في السياسة الانتهازية السياسية يعني تبدو مشكلة والصراع فيقفز هنا وهناك ليقول ان له دور وانه ساهم وانه موجود انتهازية سياسية او محاولة الاخذ مساحات سياسية لكن في النهاية الواقع يفرد نفسه خاصة ان مصر لا تقف مكتوفة الايدي الحقيقة ولا اقول هذا من باب المبالغة وعلى الجميع ان يفكر فيه يعني انا اقول هذا الرأي والناس تفكر على مستوى الدول العظمى في الكرة الارضية مصر دولة عظمى هذا التاريخ وهذه الحضارة وما اعطيناه للبشرية والانسانية على مدار اكتر من خمس تلاف سنة يؤكد هذا مصر بكل السياسيين المصريين المؤسسة العسكرية المصرية الفنانين الادباء الشعراء الرياضيين مصر دولة كانت الاولى في كل شيء في المنطقة فكيف يزايد اي دولة ستعود الامور الى وضعها الطبيعي ومصر دولة كبيرة ولكن اذا ارادت الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل نفسها تعلم ان تحل هذه القضية حلا جيدا لا غنى عن مصر بمن ستأتي هي مصر اولا واخيرا هي مصر ليست جغرافيا لا هي جغرافيا هي مصر وتاريخ هي مصر وتكتسب ثقة كل الاطراف وثقة لسبب يا فندي حضرتك دي جملة شوف حضرتك كلمتين لكن وراها حاجات كتير الثقة في السياسة المصرية وحينما صرح الرئيس السيسي بجملة من سنوات طويلة قال نحن نمارس السياسة بشرف لا يمكن ان انساه دي سنوات اول ما جه لهذه المسئولية قال نحن نمارس السياسة بشرف على فكرة دي حقيقة هناك دول تمارس السياسة بشرف وهناك دول تمارس السياسة للمصالح بدون اي قيم لا مصر خدت الثقة لان مصر تلتزم اذا اتفقت توفي بعهدها اذا التزمت تلتزم ولا تقول شيئا وتفعل اخر كل هذا يعطي الثقة وليس لها مصالح شخصية ابدا لان مصر قواعدها السبتة الاديمة هي السلام مصر دولة سلام ولكنها قادرة على الحفاظ على حدودها بحزم وبحسم وبحدة والدول حتى التي تنصبك العداء ولكنها تعلم انك تحترم القيم وانك دولة قوية حتى الظروف الاقتصادية على فكرة حب اقول للناس الظروف الاقتصادية عالمية في اوروبا وفي امريكا يخشون من 2024 لكن مصر دولة قوية ودولة مستقرة سياسيا واقتصاديا في منطقة ملتهبة ومليئة بالصراعات شوف حضرتك الحدود من الاربع اتجاهات ومع ذلك مصر موجودة وقرارها قرار عاقل مصر لا تطلب ابدا قرار سياسي غير وقعي او لا يمكن تنفيذه وكل هذا يعطي احترام لرأي مصر مصر هي اللي جمعت جابت هنا الامين العامل الامم المتحدة جويترش اكتر من مرة ووضعت الدوق على القضية الفلسطينية وثابت ومتابعناش اي ازدواجية في المعايير اتجاه اي قضية من القضايا عمتا مش بس القضية الفلسطينية يعني موقف مصر دائما انتجاه كل الازمات الف العالم عمتا موقفها ثابت وواضح الحقيقة الدول لان انا اعني بالادارة ومتخصص ايضا في الادارة والتنمية البشرية الدول كالافراد يعني الدول كالاشخاص دولة هي طبيعتها وتاريخها وتركبتها وجينتها كدولة انها ليس لديها ازدواجية في المعايير انها لا تزايد انها لا تستغل مصر لا تريد الاستغلال السياسي تريد الحق السياسي وبالتالي ليس لدينا اي ازدواجية ولكن وضعنا الدوق بشكل احرج المجتمع الدولي حتى ان الشعوب تحركت على الازدواجية في المعايير لاطفال فلسطين واطفال العالم لنساء فلسطين ونساء العالم وهذا حقنا في ابراز الموضوع ودي أكبر مساعدة قدمناها للقضية الفلسطينية أن يجب والآن قال هذا فلاديمير بوتن تشيجين بينج الصين بايدن ماكرون شولتس وكان هناك مؤتمر صحفي رائع ومفترق طرق حينما كان أولف شولتس في مصر والرئيس سيسي عمل مع مؤتمر صحفي وأوضح النقط على الحروف حتى لا يتم تصفيت القضية الفلسطينية والتهجير القصري الذي كان في نوايا وسلوك إسرائيل طيب إسرائيل كانت ترفض تماما فكرة الهدنة أربع ساعات ستساعات رفض بات ودلوقتي أقررت أو وفقت على هدنة أربع أيام برأي حضرتك إيه السبب؟ الضغوط لمصر عملت دبلوماسية سياسية قوية وحطت القضية في النور ووضحت بشكل عاقل ومنطقي أنه لا يمكن أن يستمر الحال هكذا الإلقاء الضوء من مصر على ازدواجية المعايير يعني لماذا ترضى باستمرار إطلاق النار وقتل الأبرياء وإسرائيل حول التبرر أنها لا تريد إضرار الشعب الفلسطيني ولكنها تريد حماس التهديد ومصر أوضحت أن هذا الأمر لا ينهي حماس وأن هذا الأمر ينهي المدنيين ويقتل المدنيين وليس حماس وأن حماس لن تنتهي بهذه الطريقة فلم تجد إسرائيل بدا قاومت بعض الأيام وحاولت ولكنها كانت رفضة تماما للهدنة وكانت الحكومة دي حكومة يمينية متطرفة وحكومة صعبة صعبة المرس في التعامل ولكن لم يجد بدا لأن هناك ضغوط وضعت إسرائيل في هذا الركن أنها لا بد من إنهاء هذا الأمر الضغوط وما يقال في دهليز السياسة الخارجية ومصر تقوم بدور كبير الوزير الخارجية السيد سامح شكري بتوجهات مباشرة من القيادة السياسية الرئيس السيسي ذهب هنا وهناك اتصالات مباشرة من الرئيس السيسي بكل أصحاب القرار فلم يجدوا بدا من الرضوخ إلى هذا الضغط المصري وبالتالي لاحظنا حضرتك أن الهدنة حدثت بمفاوضات مصرية أمريكية قطرية دكتور سريعا جدا أنه موعد الموجز اقترب هل تعتقد تمديد أو هل تتوقع تمديد الهدنة لأكثر من أربعة أيام؟ دي محاولات مصر تقوم بها فعلا لمحاولة تمديد الهدنة لحد ما نوصل لحل أو على الأقل سيكون فيه هدن إلى وصول الحل وهذا هو المتاح وإن شاء الله سيشهد الأمر بعد ذلك دي أنا أتوقعها جدا لكن لا نستطيع تحديد تاريخ صحيح طبع أن تكون هناك مفاوضات جدة لأن الأمر أصبح على الطاولة معلنا ولن نعود إلى الوراء مفاوضات حل الدولة شكرا جزيلا أنا دكتور دياء حلمي ألفية عضو المجلس المصر لشؤون الخارجي شكرا يا فاند شكرا لحظة شكرا يا فاند